مرحبا بكم في فيديو جديد معلومات عن بطل مسلسل جارون المدير اسمه الشخصي تشانك شون اسمه العائلي شي جنسيته صيني ويعرف بشي بين بين اسمه الانجليزي كاسبر شي ولد في 20 ديسمبر سنة 95 عمره 26 سنة في 2022 في مدينة وينجو بمقاطعة ججيانك الطول 188 سنتيمتر الوزن 65 كيلو جرام البرج القوس اسم الفوندوم بينك توان درس إدارة الأعمال في جامعة جي جيانك للتكنولوجيا ثم في أكاديمية بيكين للأفلام شي بيم بين هو ممثل ومغني ومقدم برامج في سنة 2012 عندما أتت جي واي بي وهي واحدة من أكبر شركات الترفيه في كوريا إلى الصين لاختيار عضو في فرقة في تيان تم وقوع الاختيار على شي بيم بين لكن عائلته لم تسمح له بالسفر إلى كوريا وفي النهاية ضعت عليه الفرصة سنة 2013 شارك في مسابقة سي برو روي وفاز بالمركز الواحد والأربعون على مستوى أدينة هانغدزو والمركز الستة والسيتون على مستوى الصين لونه المفضل هو اللون الأبيض يحب شي بيم بين الجيمين ولعبته المفضلة أونوروف كينغز شرف الملوك وهي أكثر الألعاب شعبية في الصين وربحا والتطبيق الأكثر تنزيلا على مستوى العالم سنة 2020 يحب لعب التنس مهارته في الطبخ يمكنه صنع البيض المخفوق بالطماطم نوع الصديقة المثالي بالنسبة له يحب الفتيات التي لديهن خطط مستقبلية وناضجة بدأ مسيرته الفنية سنة 2012 حيث ظهر في أول مسلسل تلفزيوني باسم أثينا معروف أيضا بكونه مرتبط بفرقة الفتيات الكورية الجنوبية بعد أن تم إقرانهما معا ببرنامج المنوعات الصيني مسلسلته التي توجد باليوتيوب دياقة جيل بابيكا زرقاء اللون صدر سنة 2020 بدور رئيسي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر